السلام عليكم مرحبا الله تعالى وبركاته اخوة اخواتاتي كديري البساريكم باخير هنين كراكم زياني نتمنى كون قاعدكم باخر وعلى خير في الماك نتو تمك تشادر الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دياليو ما جيت ان شاء الله غضي نتقص معكم كران الوجدي طريقة لي سهلة وبسيطة كي يجي تماما بحل ذاك اللي كنا ناكله على برا اقتصادي جدا وسهل وسريع فتحضر ديالو فانتمنى فقط انكم تتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير باش شوفوا معي جميع المراحل ديالو وقبل ما نبدي الفيديو ديالنا كدنا العادة ومنسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل اصحابي اجمعين نزل الان المكونات والطريقة مع بعديتنا فباسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات قد نحتاج هنا جوج زلايف من دقيق الحمص جوج زلايف لكي يكونوا عامرين بزيان بهتشكل هادا كيف ما قد لحظوا معي في الصورة عندما قد لكم راني مع مرة معكم جوج لايف نفس القياس ايضا غدي نحتاج هنا ربعات ديال الحبات ديالالبيض يمكنكم تستعملوا فقط جوج حبات ولا ثلاثة فانا صراحة كندير فيها ربعة كي يجي زوين وايضا البيض يعني كي يجي محمر هكا من زحت ومن الفوق وكي يعطينا واحد المهضة قوعر زافة ديالكاران غدي نحتاج ايضا كاس من زيت نباتية اللي هو زيت العادية رشيش هادية للملحة وغدي نستعملوا هنا جوج لتر ونص من اللماء ما انتو ما انا استعملت معكم يعني عبرت معكم عفوان بعد الليترو هادا ركي يهز جوج لتر كيف ما كتلاحظو معايا وغدي نحتاج ايضا نص لتر يعني جوج يتر ونص من اللماء فغدي ندوزو الان لطريقة غدي ناخدونا واحد الايناء ودلع باسين اللي سكوناتها شوية كبيرة وغدي نوضع فيها اول حاجة ذكر بعالح باس اديال البيض نخلطهم ليح بالفوي ومن بعد كنضيف دقيق الحمص ليوع جوز لايف او جوج اجبانيات اللي كيكونو عامرين مزيح من بعد ما كنوضع الدقيق ديال الحمص فضل المرحلة غدي نضيفوه الماء بالنسبة للماء كنبقى نضيفوه بالتدريج ما كنضيفوه شدفعة واحدة يعني كنضيفو واحد الكيمياء في الاول ومن بعد كنحركو مليح تاكي نساج بك دقيق ديال الحمص مع الماء وما كيبقى ناش داك تكتولات او داك الحبيبات ديالو وكنبقى نضيفوه الماء بالتدريجي مني شوية بشوية وحنا كنخلطوه بات شكل هادا باش ما كيديرناش داك تكتولات يعني دقيق ديال الحمص باش ما يتكتلش معنا صافي غدي نحرك مليح لات شكل هادا حتى كيصبح الناء على هاتشكل ومن بعد غدي نزيد الماء وغادي نبقى غادي بنفس الطريقة حتى كنستعمل كميت لكم جوج لتر ونص ديال الماء يعني كل زلافة كنستعملو فيها لتر وتقريبا كاس كبير او كاس ديال الماء كل زلافة من دقيق الحمص ممكن لكم تستعملو غير زلافة يعني النص ديال الكمية غادي نحن نخلط مليح بهاتشكل وحنا نزيدو الماء من بعد ما وضعت جوج لتر من الماء هنا غادي نضيف داك نص لتر عندوما مع تحريك المستامر من بعد ما كان وضعو الكيمياء كل هاللي عدنا ديال الماء الاخير عادي غادي نضيفو داك الكاس ديال زيت نباتية ديال زيت العادية نخلي واحدة الاخير باش ما يتكتلش معنا نطقيق ديال الحمص يعني حتى تخلطو مليح يعني دقيق ديال الحمص والماء عادي نضيفو لي داك كاس ديال زيت ورشة ديال الملح ما قد لكم حتى الاخير ما اضيفوش في الاول مش ما يتكتلش معكم دقيق ديال الحمص صافي غادي نحرك الملح ومن بعد هنا غادي ناخد واحد سنيو اللاطة ديال الفران اللي غادي نضيفنها مليح بالزيت ضروري ما دهنوها بالزيت ومن بعد ممكن دهنها مليح بالزيت غادي ناخدونا واحد الصفايا وغادي نحاول ان نصفي داك الخليط وانا كنضيفو في داك اللاطة ديال الفران فاقدت الصفايا غا باش كنت اكدو ان دقيق ديالنا او الخليط ديالنا ما بقاش فيه داك تكتولات باش ما يبطلناش داك تكتولات ديال ديال الحمص غير كانت تؤكدو انه ما فيش تكتولات داكشي باش كنصفيوه يمكنكم تضيفوه مباشرة بلا ما تصفيوه يعني لك تمت اكديم مية في مية صافي هنا من بعد ما كان وضع الخليط ديالي في اللاطة ديال الفران غادي نشعل الفران على نار عبولي كتكون توسطة المدة دي ربعين دقيقة الجهة اللي الفوق بتابعت الحال نار كتكون من تحت صافي وغادي نخلي حتى كي يطيب وكي يتحمر وكنخرجه من بعد ما كنخرجه من الفران هذا هو الشكل اللي يالو كي تلاحظ معي كي يجي محمر من الجهة ديالوجه وايضا حتى من الجهة دياللي تحت ذاك البيض يعني كي يحمر لنا الكاران وايضا كي يعطي واحد المغضاق واعر بزال فكي يجي رائع جدا ويلا قلنا كاران ضروري من الباقيت او الكومير كل منطقة وش كتسميه فغادي نحل معكم الباقيت غادي نحيب له ذاك البابة اللي كي نعمل داخل وغادي نوضع معكم الكاران بالنسبة للباقيت فمن الافضل ومن الاحسن اللي استعملتو ذاك الباقيت اللي كي يكون رقيق يعني كي يكون صغير ورقيق بزا فرا هادا كودي الكاران صراحة انا غير ما رقيتوش يعني اخدي صغير هذا العادي صافة وغادي نوضع معكم الكاران شوفوا معي كاران بالنسبة القاوم دير وكيفاش كي يجي كي يجي رائع جدا ومحمر ذاك البيض صراحة كي يحمر وكي يعطيه واحد المغضاق غزال صراحة كي يجي واعر بزا من بعد ما كات وضعو الكاران دي لقوم في الباقيت انا غضيت ان نوضع واحد شوية دي للملحة كات بقاها على حسب التوق وايضا شوية دي للكامون وشوية دي لسودانية بالنسبة للاخوان او الاخوات اللي عزيز عليهم الحرور وضروري من الحرور في الكاران بصراحة انا هادر سولي وليدات مادرش في السودانية انا نضع كواحد الكيمياء دي للكامون معقولة وعاد غضي من بعد ان شاء الله غضي نزيد السودانية ولا قلنا الكاران طبيعة حال ضروري من باردة بالنسبة للباردة غضي نتقاس مع معكم ان شاء الله فيديو جاي بالنسبة للباردة دي دي لحامض كي تجي تماما بحل الزنقاء او دي خلق الباردة في اقتصادية جدا غين تصدروا معي فيديو جاي غضي نتقاس مع معكم ان شاء الله فكت جي مبردة ووعراء بزاف وكيمياء كبيرة منها فبالنسبة للقيان هدو شكل النهائي دي لاخواتك فما قد لاحظو رمي مكنش حالك يجي بنين بزاف وكي جي تماما بحال الزنقاء اللي كان نخطي على الباردة الكيمياء اللي كبيرة وطريقة اللي سهلة وبسيطة واقتصادي في نفس الوقت فا كما قلت لكم الأكلة معروفة بالساف بها منطقة شرقية خصوصا مدينة وجدة نتمنى نكون تقسمتها معكم طريقة يعني الصحيحة وهذه الطريقة الصحيحة والمعتمدة عندي اللي كنديرها دائما نتمنى حتى انتم ما تجربوها صوتو لي غاديتنا يعجبكم بساف ان شاء الله يرجعطوها فاخوت اخواتي اخواتي هنا هنقول لكم يلا باقي نكرجيه للفيديو حتى لذا باقي نقول لكم شكرا بزاف على حس المتابعة لا تنساوني شمالي لايك ومتعرقون زوينة المحفزة على الفيديو وغنقول لكم السلام عليكم على فيديو جديد وصفات جديدة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة